قد يعاني الكثير من مشكلة فقدان الأسنان وتزداد الحالة بشكل أكبر لدى كبار السن فالحل أصبح بالتعويض كيف وإيش هي الطرق لإختيار الوضع الصحيح للتعويض حسنا نتكلم أكثر عنه مع دكتور إبراهيم السبعي هياك الله دكتور أهلا بكم وشكرا للمشاهدة هلا وسهلا دكتور دايما نعرف أن الأسنان مشكلة أزلية صراحة عند الأغلب بس بالنسبة للأسنان المفقودة كيف يتم علاجها؟ في كذا خيار للتعويض الأسنان في دايما عندنا يكون الخيار الأول تعويض الأسنان باستخدام زراعة الأسنان أو في خيار ثاني أن نستخدم التركيبة الثابتة أو بما يسمى بالجسر أو الجسور الخيار الثالث بيكون عندنا أن نستخدم تركيبة متحركة سواء كاملة أو جزئية يقدر يعني يطلعها؟ نعم التركيبة متحركة المفروض أنه مثلا بعد الأكل يخرجها من فمه بينظفها قبل النوم ما في شيء أن يثبتها؟ ووقت ما تكون موجودة في فلم المريض تكون ثابتة خلاص بس المريض بطريقة معينة يتعلع عليها يقدر يشيلها وقت ما أيضا طيب دكتور إبراهيم على أي أساس يتم اختيار هذه الخيارات حتى الواحد يعوض الأسنان؟ شوفي نحن دائما في الأسنان مفقودة دائما الخيار الأول عندنا زراعة الأسنان هو أفضل خيار إذا ما قدرنا على الخيار الأول نروح للي بعده واللي بعده بالنسبة الخيار الأول هو زراعة الأسنان في كذا عامل يحدده إذا نقدر نزرع أو لا من هم العوامل صحة المريض بشكل عام لازم يكون صحة جيدة ولو كان عنده أمراض منزمنة أنه تكون منتظم نفس مكان الزراعة بالنسبة للعظم لازم يكون فيه كمية كويسة ونوع العظم مهم كمان تكلفة العلاج يعني هي عامل مهم بالنسبة للزراعة وكثير من الناس ما يقدروا على الزراعة بسبب التكلفة نسبيا هي على شوي من التركيب الثابت والتركيب المتحركة طيب دكتور يمكن خذنا شوي استوقفك عن موضوع الزراعة تحديدا بنعرف الناس اللي يكونوا فقطين أسنان مدة طويلة ويصير يعني زي التئام للعظم هذا ممكن يؤثر على الجيوب الأنفية في حال هو عمل الزراعة مرة ثانية صحيح أولا قبل أن ترى على سؤالي لا أبغى ساركيا بسبب التأكل من موضوع الزراعة طيب هي مشكلة عندنا في الفك العلوي في المنطقة هذه اللي تحت الجيوب الأنفية أنه العظم بيصير له تآكل خلاص بصير المسافة العظم جدا قصيرة نعم أيوه فغالبا في الحالة هذه نحتاج أنه نرفع الجيوب الأنفية بعملية بسيطة إجراحة بسيطة نرفع الجيوب الأنفية عشان نوفر مكان للزراعة الصغب اللي احنا عايشين فيه في عالم التجميل وأبغى أسناني تكون بيرفكت والكثير سر بيركب عدسات لومينير فينير أشياء كثيرة ومسمايات مختلفة أنا ما قدر أجمل أسناني إلا بالعدسات دكتور لا مو شرط هي صراحة زي ما قلت هي ارتبطت كلمة تجميلة الحين بالفينير واللومينير لكن مو شرط يعني على حسب حالة المريض أو المشكلة الأساسية للمريض يعني مثلا لو مريض عنده تصبغات خارجية في الأسنان فيكون حلها بسيط إنه عملية تنظيف بسيطة بتحل المشكلة أو مثلا نفتح اللون بالتبييض ممكن يكون في تزاحم في الأسنان فيكون حلها تقويل فايسس مثلا أي وتقويل فمو شرط أنه أي تجميل أنه نعمله فينيرز أو عدسات في بعض الحالات تكون محتاجة أن نعمل لها عدسات دائما أنا أذكر لما رحت لدكتوري قال لي أنه رنده أطلع بر قلت ماني طالع بقى تسويلي عدسات أبوا زي البنات ما لش أبوا بعدين أفتح لون طبعا كان حاولي تردني كم مرة بس ما رأي يعني ما سمعت كلامه فاضطر أنه هو يعمل ليها مع أنه فعليا أسناني ما كانت محتاجة أبغى أعرف إيش الحالات اللي ممكن يعمل فيها الشخص يعني أنا عملتها دلع صراحة بس إيش الحالات الفعلية اللي تحتاج أنها تركب عدسات أيوة أنا زي ما قلت لك هو مو كل الحالات عرفتي وصراحة هذه نقطة مهمة مفروض المريض مو هو اللي يشخص نفسها ولي شخصت نفسي وضيت وجلست ويلا هذه مشكلة بنعاني منها صراحة أنه كثير من المرضى يجيك بالتشخيص وبالعلاج أشتاء عرفتي يجي بالتشخيص والعلاج هذه مشكلة كبيرة لكن الأسنان نحن دائما نحاول نبدأ بعلاج تحفظي أكثر يعني مثلا بتنظيف خلاص نطلع شوية تبيض لا المشكلة أكبر ممكن نسوي عدسات العدسات بنستخدمها مثلا إذا أنا أحتاج أغير شكل السن أو لون السن حلو حلو بطول السن في تزاحم بسيط لأنه تزاحم لو كان شديد شوية بنعمله تقوير حل بعد أن أقدر أعدل شوية في الأسنان هنا بنقدر نعمل عدسات أو لونه مثلا في تصبغات دافلية نعم دافل السن نعم طب دكتور إبراهيم الآن هي خطوات ليجيك واحد أسنانه بتبغلها تقويم ويبغل عدسات يعني يعمل تقويم طلعت كويسة حط العدسات طلعت كويسة بعد فترة تغيرت الأسنان إيش المفترض يسوي يشيل العدسات يعمل تقويم برد ثانية أو كيف الخطوة ممكن الطريقة المثل اللي يسويها لا هو المفروض نحن في الخطوات حق الإلاج عشان ما يصير التقوير هذا دائما التقويم يكون قبل العدسات وغالبا بعد التقويم يكون فيه مثبت أو ريتينر لازم يستخدم المريض طيب لو أنفك هذا المثبت وتغيرت الأسنان طيب إيش الحل إيش يسوي يفك العدسات ويبدأ تقويم جديد بالضبط لا يستطيع لازم نمشي على الخطوات بشكل مزبوط لا يستطيع يثبت التقويم حتى لو كانت العدسات موجودة أو تعمل مشكلة الصعب صعب تثبيتها على العدسات فأفضل أن نخلص من نجاح التقويم نهائيا ونضمن أنه خلاص هذا الوضع وضع الأسنان أنه ممتاز ونبدأ في العدسات البعض يا دكتور يمكن تكون أسنان بيرفكت فعلا لكن سن أو اثنين يكون فيه تغير بسبب مثلا العصب أو فيه الكسر أو أي شيء فالدكتور ينصح أنه هو يركب عدسة هل يركب عدسة لكل الأسنان وليك يكفي أن يركب عدسة واحدة على سن المتضرر بحيث أنه ما يكون فيه فرق ما بين سن الطبيعي والعدسة شوفي الحين صار فيه تطور جدا رهيب في المواد المستخدمة في الأسنان فخصوصا يهمنا في المنطقة الأمامية في الأسنان الأمامية يهمنا اللون نعم أن يكون فيه اللون التركيبة والعدسة مشابه للأسنان الطبيعية أو الأسنان الجاورة فالآن ما يحتاج أنه أنا لازم أروح أسوي عدسات لكل الأسنان لا أنا أقدر الآن بالمواد اللي عندنا وبرضه ما شاء الله صار فيه تطور في شغل المعامل عندنا صار نقدر نجيب نفس لول عدسة أو التركيبة نجيب نفس لون الأسنان المنجاورة يعني حتى لو كان فيه تصبغات على الأسنان المنجاورة نقدر نضيف تصبغات على العدسة ونجيب شكلها بشكل طبيعي فيها درجات العدسة يعني على حسب لون الأسنان أتوقع الطبيعية ممكن أنه يعمل العدسة صحيح بس دكتور خليني أسألك فيها حالات ما ينفع أبدا مع استخدام العدسات بس فيه طرق أخرى ممكن زي ما ذكرت رؤى أنه لتجميل الأسنان ممكن يكون فيه ليزر يعني أشياء تبيض عفوا أشياء تبعدنا شوي عن العدسات خلينا نفصلها أكثر أشياء طرق دكتور إذا تسمح وكمان أبو أعرف إيش نصائحك اللي توجهها للناس خاصة اللي الآن مع هبة العدسات شوفي بالنسبة لطرق تجميل الأسنان أنا زي ما قلت لك في البداية نحن نحاول نبدأ بعلاج تحفظي ماشي اللي حدد أنا شي أستخدم هو حالة الأسنان مثلا لو عندي الأسنان مثلا في طرق من التجميل إنه ما استخدم عدسات أستخدم تركيبة كاملة أو تركيبة كاملة العدسة بتكون مغطية السطح الأمامي والعلوي فقط من السن تركيبة بتكون مغطية السن كامل حالا يكون عندي السن متهالك يكون معمول لعلاج عصب في حشوات كبيرة هذه إش حالتها دكتور؟ هذه مثلا زي الحالة هذه عندها حشوات عندها تركيبات قديمة فيه اختلاف في الألوان زي هذه مثلا لا أستخدم لها عدسات فاستخدمنا تركيبات كاملة جميل كمان فيه من طرق التجميل كمان نسيت أذكرها اللي هو قص اللثة كمان صحيح هذه كثير من تشرا دكتور زي الحالة هذه مثلا اللثة في الجهة اليمين مختلفة المستوى عن اليسار صحيح فعملنا لها قص اللثة للجهة اليسار عشان تكون نفس المستوى موازية بعدها عملنا التركيبات الكاملة طيب خليني أستفسر بما أنك ذكرت التركيبات الكاملة حنا نعرف أن التركيبات الكاملة هي برد للأسناب وتتركب بس في ناس ما أخذينها باسم يعني أنا كنت أتوقع أنها هي اسمها عدسات لأنها فعلين زي العدسة تحصها مرة قشرة بسيطة قشرة مرة بسيطة تتركيب تركيب الواحد يخاف منها صدق لأنه يقولك كيف باكل تفاحة كيف هو شوخي هي شوخي عملية البرد بالنسبة للعدسات هي حاجة بسيطة نبرد تقريبا نصف ملين لكن المشكلة في العدسة نفسها من السهل أنها تنكسر لازم المريض يغير نمط حياته شوية يعني مثلا الأشياء مثل زي المكسرات مثلا هذه ما يقدر يأكل على العدسات هذه ممكن تكسر لعدسات الصواح ميمين الأشياء الجامدة هذه لا يحاول يبتعد عنها ممكن يقطعها قطع صغيرة عشان يحافظ عليها طيب دكتور البعض يحتار أشي يسوي بأسنانه يكون عدسات أو تكون التركيبة لأن التركيبة فيها برد زي ما ذكرت رندا إيش الأفضل برضو على حسب حالة الأسنان يعني لو أنا يعني حتى لو خيرك الدكتور تبغى كذا ولا كذا لا قد ما يكون فيها خيارات لا ما يكون فيها هذه ما فيها خيارات إحنا زي ما قلتلك أنا بحاول أبدأ بالعدسات لأنه برد أخف من البرد الكامل خلاص الحال هذه ما قدر أستخدم فيها عدسات فنستخدم التركيبات والله خليني أقول أكثر قولي والله أنا أحس أني الدكتور يبغى يقانقني أنا أول ما جيت عند الدكتور قلت له أبغى برد أبغى من جوة ومن برد يكون لونها أبيض يعني تخيل ما سويت تلبيسات كاملة لا ما سويت عية بس سوى لي عدسات عية والله هذه مرضة طيب والله تكرهي الدكتورك لما يكون مرضة يعني لعكس أنا أحب الدكتور لما يكون صريح معايا لأنه أنا من الناس اللي عملت تلبيس للأسنان بالفنير وندمت ندمت لأنه عملت لي قصت لثة وبعد فترة صار ارتخاء فلما تنزل اللي تتع على التركيبة تعمل لك مشاكل ثانية ففتحت على نفسي مشروع ثاني والشغلة ثانية أعتقد أنه من ثلاث أربع سنوات كانت تلبيسات كأنها لبان غندور ما كأنها تلبيسة أسنان حقيقية بالضبط فلتضر بعد فترة أنك تغيرها يا دكتور بالضبط أي فإيش ممكن يكون حلها هذه هل إني أنا أستسلم وأقعد بيها ولا ممكن أنا أغيرها وأروح لتلبيسات ثانية مع العلم أنا ما برات أسناني لو أبغى أشيلها يعني أنت سوي لومونيرس أي أقدر أشيلها من غير ما أحطها وي الثاني طيب هو أشوفي أنا دائما أقول أنه العدسات أو التلبيسات هي تمتسم جزئين فيه جزء يعتمد على الدكتور وعلى شغل المعمل المعمل والدكتور والجزء الثاني على المريض حلو إذا نعمل الجزء على الدكتور بشكل كويس ما معنى أنه البرد تم بطريقة صحيحة المقاسات كانت دقيقة خلاص كذا يصير الدكتور سوي اللي عليه يبقى الباقي على المريض في الاهتمام لازم يكون فيه اهتمام أكثر كمان أوكي المراجعة المرية التهابات ارتخال لثة هذه ممكن بسبب المريض اللي ما بينظف كويس تمام مش مهتم مو من القص مو من القص أنه الواحد قص وممكن ترجع لا لا من اهتمام المريض نفسه ما بينظف كويس وكثير من الناس مهملين استخدام خيط الأسنان اوه يعني أغلب الناس بس مركزين على الفرصة حتى بعد ستة شهور يقولوا لازم تعمل تنظيف حتى لو حاط عدسات صح تنظيف على الأسنان تنظيف تنظيف الأسنان تشيق لا أشوفي ترى العدسات حتى ما نسوي لها تنظيف صحيح العدسات لأنه ممكن تكسر أي ما نسوي لها اللي في العيادة ما نستخدم الجهاز أنه ممكن نكسر العدسات صحيح لأنها رقيقة مرّة رقيقة حتى تخافين تاكلين عليها تفاحة تحسفين على الفلوس اللي دفعتيها طيب دكتور لو أبغى أسألك في بعض الأشخاص اذكرت رؤى أنه يفكد سن واحد فهيضطر أنه يركب بس أسنان الباقي تمام الباقي تمام بس إلا سبحان الله حتى لو أنت حاولت تتوحد يكونوا نفس لون أسنان الشخص اللي يكون في اختلاف بسيط هنا تعملوا له تبيض ولا تضطرون أنه أنتم تلبسون له عدسات طيب أو حتى تركيبات مثلا لو كان لون الأسنان مثلا غامك والمريض يبغى يفتح لون أسنانه وعنده مشكلة في سن واحد إحنا إحنا نفتح لون الأسنان نعمل تبيض حلو الباقي الأسنان نترك السل بعد فترة معينة لحد ما يثبت اللون نبدأ نسوي العدسة تمشي على اللون الجديد اللي صاله بعد التبيض جميل حبات هذا الفكرة لا بس أنت عدسات كاملة ما فيها مجاقة والله أنا عدسات كاملة بس كان نفسي كذا أحفرها وأحطو أنت اخترأت علاج كامل أنت بالدكتور أنا والله يتعذب معي بس حمد الله مرتاح مني من خمس سنين يعطيك ألف عفو دكتور أحمد شكرا لك إبراهيم عفو شكرا لك 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 خلونا نطلق فاصل أكيد راتين مكملين شكرا لك